للحديث أكثر عن تكريس الحكومة في العراق للطائفية في البلاد بعد الكشف عن إدراج وزارة الدفاع حقلاً ضمن الجدول جدول أسماء المقبولين للكلية العسكرية والذي يشير إلى نوع المذهب ينضم إلينا في الستوديو الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام العقيد روكون حاتم الفلاحية مرحبا بك سيادة العقيد روكون حياكم الله يعني لماذا يراد ترسيخ الطائفية من خلال هذا القرار ترسيخ الطائفية في المؤسسة العسكرية في العراق بعد ترسيخها على الصعيد السياسي وكذلك محاولة ترسيخه على الصعيد المجتمعي نعم في البداية مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة أنا أعتقد بأنه ما يجري في العراق هو انعكاس للنظام السياسي يعني ما يجري الآن في المؤسسة العسكرية هو انعكاس للنظام السياسي الحاكم بعد عام 2003 هذا النظام قام في الأصل على العملية السياسية هذه العملية السياسية أحد مبادئها الرئيسية هو مبدأ المحاصص الطائفية الذي جاء به الاحتلال ورسخته الطابق السياسي الحاكم في العراق منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا وبالتالي ما يجري الآن هو ترسيخ ممنهج ومدروس سواء كان من قبل الاحتلال أو من قبل الطبقة السياسية التي جاءت مع الاحتلال فهؤلاء هم الذين رسخوا هذه المبادئ وتعاملوا على مسألة مبدأ المحاصص الطائفية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن أنا أعتقد بأن هذه القضية هي انعكاس طبيعي لما يجري في العراق في جميع مؤسسات الدولة يعني هذه القضية هي ليست الوحيدة يعني إذا جئنا إلى تصريحات وزير الدفاع نفسه قبل أكثر من شهر اتهم مثلا محافظة الأنبار بأنهم داعش واتهم السنة بأنهم أيضا داعش في هذه القضية ثم بعد ذلك اعتذر عندما تأتي الآن مثل هذه القوائم وتخلو هذه القوائم من مرشح واحد أو من طالب واحد من محافظة الأنبار أو من الموصل إذن هو انعكاس انعكاس لنستطيع أن نقول لمخطط مدروس تقوم به وزارة الدفاع بهذه القضية هذه القضية ليست الوحيدة يعني عندما نأتي الآن إلى حتى المناصب الأمنية التي قام بتغييراتها الكاظمي في الفترة الماضية جميع المرشحين كانت من طائفة واحدة يعني يجب أن لا نكذب على أنفسنا بأنهم من يقود البلد الآن هم طائفة واحدة ومن يتصدر المشهد ويسيطر على القرار الأمني والسياسي في العراق هي طائفة واحدة وبالتالي ما يجري في العراق الآن هو عملية إقصاء وتهميش لهذه المناطق يعني عندما نأتي إلى قضايا كثيرة يعني بالأمس كانت هناك عملية عسكرية في البصرة سمحوا لجميع الأهالي بأن يحتفظوا بقطعة سلاح واحدة ولكن اذهب إلى مناطق السنة لم يسمحوا ببقاء حتى المسدس الخفيف وبالتالي نحن أمام إزدواجية في التعامل حتى في المناطق السنية ليس في هذه القضية وإنما في قضايا كثيرة عندما سلحوا الحجد الشعبي تم تسلحه بأسلحة ثقيلة وأسلحة متوسطة ولكن اذهب إلى الحجد العشائري تجده مسلح بأسلحة خفيفة إضافة إلى الصلاحيات إضافة إلى مناطق الانتشار وغيرها من الأمور إذن نحن نتكلف عن نظام سياسي مقيت وطائفي يتعامل بكل طائفية في هذه القضايا حتى في مسألة الآن عندما حدثت التفجيرات في الدورة عندما انفجر كدس العتاد التعويضات كانت فورية للخسارة التي نتجت عن هذا الانفجار ولكن اذهب إلى مناطق السنة التي دمرت من جراء العمليات العسكرية لحد هذه اللحظة لم يتم تعويض هذه المناطق إذن نحن أمام إشكال حقيقية في هذه القضايا هل تمت قوة مستفيدة من هذه القرارات التي تسعى إلى ترسيخ المحاصصة الطائفية أو الطائفية فعلا في المؤسسة العسكرية في العراق طعم لا شك يعني عندما القوات المسلحة العسكرية يجب أن تكون محايدة يجب أن تكون مستقلة يجب أن تكون محترفة يجب أن تكون فوق الميول والاتجاهات فوق تكون غير مسيسة يجب أن يكون ولاءها إلى الوطن ولكن تعال الآن إلى المؤسسة العسكرية وإلى الأجهزة الأمنية تجد الحجد الشعبي الذي يرتبط بالقوات المسلحة قسم من هذا الحجد الشعبي يعتمر بإمرة إيران والقسم الآخر يعتمر بإمرة المالكة الذي يقول أنا شكلت الحجد الشعبي وأنا المسؤول عن عملية إحله أو دمجه في المؤسسة الأمنية وإذهب إلى حجد آخر يقوده الصدر هذا هؤلاء أيضا يعتمرون بإمرة الصدر نحن أمام مراكز قوى متعددة في العراق نتيجة النظام السياسي الفاشل الذي أدى إلى فشل الدولة العراقية بجميع مؤسساتها سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أضف إلى هذا بأنه المستفيد من هذا الوضع هو الأحزاب السياسية الطائفية هذه الأحزاب لها ارتباطات خارجية ولها ولااءات خارجية وبالتالي هناك فرض لإرادة هذه الميليشيات وهذه الأحزاب حتى على قرارات الدولة في مؤسساتها مثل المؤسسة العسكرية يعني الآن إذا ذهبت إلى هذه القوائم ستجد بأن هناك حصص مقسمة للميليشيات وللأحزاب الشيعية بشكل كبير جدا يعني عندما فتحت الكليات العسكرية فتحت أربع كليات عسكرية بعد ألف عام 2003 كلية عسكرية في ذيقار في الناصرية وكلية عسكرية في بغداد وكلية عسكرية في زاخو وكلية عسكرية في السليمانية يعني عندما تجد التوزيع الجغرافي بهذه القضية تتوصل بأن هناك عملية إقصاء للمكون السني بشكل كبير جدا هناك عملية مبرمجة على تهميش السنة من كثير من الأمور وبهذه الطريقة المقيتة إذن نحن أمام إقصاء وأمام تهميش كبير جدا يعني منصب مثلا مدير المخابرات منصب مدير المخابرات يعود إلى السنة حسب التقسيم الطائفي للعملية السياسية لماذا لم يعطى هذا المنصب إلى أهل السنة لحد هذه اللحظة؟ حتى بعد خروج الكاظمي إلى منصب رئاسة الوزراء احتفظ بهذا المنصب لحد هذه اللحظة ولم يسلم إلى السنة يعني هناك إشكالية في مؤسسات الدولة يعني مسألة التوازن يعني هناك إشكالية حقيقية في هذه القضية الوزراء الكاظمي جاء أيضا بتوافقات سياسية ووفق نظام المحاصصة والآن هناك حل يقدمه أو هناك قرار حسب التوزيع الجغرافي يتم التعامل مع الموظفين وازدار هكذا قرارات أترى أن هذه ردة الفعل للكاظمي بعد موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أترى أنها هي الحل فعلا للتغطية على موضوع الطائفية؟ لا أكيد ليست الحل يعني هو عندما يرفع المذهب ويضع المنطقة الجغرافية عندما تقول هذا الشخص من النجف إذن هو شيعي عندما تقول هذا الشخص من الأنبار إذن هو سني ولكن المعالجة الحقيقية بأنه يأمر مباشرة بإضافة أسماء للمحافظات المهمشة من الأنبار ومحافظة صلاح الدين بإضافة أعداد تصل إلى خمسين أو إلى مئة شخص طالب ويضافون إلى هذه القوائم لكي يتم حل ومعالجة هذه المشكلة بطريقة صحيحة نعم يجب أن يكون الحل بهذا الإسلوب أما أن يكون الحل بأنه يضع المنطقة الجغرافية هو أصلا من جاء بي الكاظم إلى سدة الحكوم جاءت به التوافقات الطائفية والمحاصصة الطائفية للكتل السياسية المشاركة بالعملية السياسية بعد عام 2005 هل بيده القدرة أو القرار على تحقيق هذا التوازن يعني فعلا طبق هذا التوازن نعم أكيد يعني عندما نأتي إلى الدستور العراقي ماذا يقول في مسألة تشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يقول تتشكل هذه القوات أو تتألف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية من جميع المكونات بما يتناسب مع تماثلها وتوازنها ولكن عندما نأتي الآن إلى هذه القائمة أين التماثل وأين التوازن في هذه القضية لا يوجد هذه القضية ترتبط بطبيعة تشكيل مؤسسات الدولة بعد عام 2003 يعني عندما تريد أن تعالج قضية معينة يجب أن تعود إلى الأساس في تشكيل هذه المؤسسات التي بنيت بالأساس على محاصصة طائفية يعني هم يقولون في بعض الأمرار وفي كثير من محللين بأنه أهل السنة لم يشاركوا منذ البداية في الأجهزة الأمنية وبالتالي جرى تهميشهم طيب الآن شاركوا بالعملية السياسية ودخلوا منذ مدة لماذا هذا التهميش الآن في مثل هذه القوائم؟ عندما نتكلم الآن يقول لك أنت تتكلم بطائفية لا أنا أتكلم بواقع بواقع أنا أتكلم الآن بمستندات رسمية الآن الكل يصمت وزير الدفاع يصمت وزير الدفاع يصمت لجنة الأمن والدفاع تصمت السنة الذين دخلوا في العملية السياسية لجلب المصالح ودرء المفازن يصمتون صمت القبور علما أنه نحن ندفع الآن نحن الضحية يعني هذه المناطق أصبحت هي الضحية في هذه القضية ندفع من مستقبلنا ومستقبل أجياننا لفترة طويلة جدا الجيش مهمته هو حماية الحدود وكذلك حماية البلدان ولكن هنا في هذه الحالة عند اعتماد الطائفية كمعيار في المؤسسة العسكرية في العراق هل يمكن لهذا الجيش أن يقوم بحماية حدود بلد متعدد الطوائف والعراق والمذاهب؟ نعم الجواب على هذا السؤال لن أذهب بعيدا أذهب إلى مدينة الموصل عندما كانت تتواجد فيه أكثر من ثلاثة فرق بالإضافة إلى الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وأسلحة ودبابات وما إلى ذلك إنهارت هذه القطاعات خلال ثلاثة أيام الأصل بأن هذه المؤسسات بنيت بالأصل بأسلوب طائفي وبأسلوب مقيت وبالتالي هناك هشاشة كبيرة جدا في مسألة بناء القوات المسلحة العراقية التي اعتمدت على الميليشيات لأن تكون نواة لهذه الأجهزة الأمنية وبالتالي تحولت هذه المؤسسة إلى ميليشية كبيرة تأتمر بإمرة مراكز قوة هي خارج بطار القوات المسلحة نحن نعاني من إشكالية حقيقية في هذه الأجهزة ويجب أن تقوم الدولة الآن حتى عندما تحاصر رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء من قبل ميليشية حزب الله وصدرت الأوامر إلى قاعد المنطقة الخضراء بأنه يقوم بمعالجة الموقف غفظة تنفيذ الأوامر هناك كثير من الحقائق في هذه القضية يمكن أن نسوقها الآن بأنه في المؤسسة العسكرية هناك مراكز قوة متعددة تديرها ليست الدولة العراقية وليست الحكومة العراقية لذلك لن تكون هذه القوات قادرة على مواجهة هذه الميليشيات الآن الميليشيات تصول وتجول هناك ملفات الاغتيالات هناك عملية الطاق للصواريخ هناك عملية ضرب لمناطق المنطقة الخضراء والمطار والدولة عاجزة على أن تفرض الأمن والنظام بالقانون في العاصمة بغدار فكيف لها ستفرض الأمن والقانون في محافظات أخرى بعيدة عن العاصمة قول أن ذلك هو من تداعيات عدم اعتماد الجيش أو المؤسسة العسكرية على معايير مهنية ووطنية أكيد يعني أكيد هم الآن نشوف التركيز في الفترة الماضية يعني التركيز على قوات الحشد الشعبي أصبحت هذه القوات هي القوات الرئيس عندما يتكلمون يتكلمون عن قوات مسلحة بأسلحة أقوى من تسليح الجيش وبذلك هم يريدون في الأصل بأنه يقول لك بأن الجيش فشل فشل في الدفاع عن الدولة في الفترة السابقة وسلم الكثير من المناطق وجاء الحشد الشعبي وقام باستعادة هذه المناطق وأرجع الدولة إلى ما كانت عليه وبالتالي يعتبرون القوات الرئيسية الآن هو الحشد الشعبي وتعتبر قوات المسلحة هي الظهير والمساند إلى قوات الحشد الشعبي نحن لدينا إشكالية حقيقية في بناء القوات المسلحة ومن يتحملها تتحملها الدولة ومن يتحملها تتحملها التدخلات الخارجية التي تعمل على إنشاء ميليشيات خارج إطار الدولة وهي التي تتحكم بالدولة ورأينا كيف فرضت هذه الميليشيات إرادتها السياسية بقوة السلاح على مسألة تشكيل الحكومة في الفترة السابقة الباحث بوحدة الدراسات السياسية الستراتيجية راسام على قيد ركن حاتم الفلاحي شكرا جزيلا عياكم الله